نشرة الأخبار على الحياة فهم أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم والبداية بالعنوين قرابة ألفين مهاجر غير نظامية صيلون سواحل إيطالية خلال أكتوبر الماضي وغادنا الخميس استأناف حركة النقل بتونس في التفاصيل قرر أعوان شركة النقل بتونس استأناف نشاطهم بعد رفع الاذراب المفتوحة الذي نفذوه السباح اليوم الإربعاء وذلك بعد التواصل إلى اتفاق إلى الجلسة بين الجامعة العامة للنقل وإدارة الشركة يقضي بصرف أجورهم يوم غد الخميسة حسب ما صرح به الكتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل رذار فهري كما أكد الفهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لانباه أنه تم خلال الجلسة المنعقدة ظهر اليوم بين ممثلين عن الجامعة العامة للنقل والإدارة على الإسراع بتجديد الوصول الذي تقدم وأصبح لا يستجيب للشروط وذلك في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المالية للشركة في موضوع آخر بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية خلال شهر أكتوبر الماضي ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين شخصا بحسب معطيات نشرها اليوم الإربعاء المنتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورسد المنتدى في تقرير بعنوان إحصائية الهجرة غير نظمية لشهر أكتوبر الماضي إحباط ثلاثمائة وستن وعشرين عملية اجتياز الحدود فيما سجل إيقاف خمسة ألاف وستمائة وخمسين شخصا حاولوا اجتياز الحدود ومنذ بداية السنة الجارية سجل المنتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول ستة عشر ألف ومائتين واثنين وتسعين مهاجرا غير نظميا لإيطاليا مقابل أربعة عشر ألف وثلاثمائة واثنين واربعين مهاجر في السنة الماضية اعتبر لمن العام للحزب الجمهوري عصام الشاب خلال مدخلته الهاتفية في برنامج ريكاب ميدي اليوم الاربعاء على موجات ذاعة الحياة فامن الحكومة فاقدة لأي رؤية لإصلاح الأوضاع في البلاد وفق قوله وأضف الشاب أن الدولة تحت ذر ولن تعد قادرة على تدريس التلاميذة ولا على توفير الخدمات الصحية للتونسيين وأوضح أن مخزون الأمن الغذائي يسجل نقصا كبيرا خاصة على مستوى منظومة الدجاج والحليب وذلك نتيجة سياسة الحكومة الحالية وفق سعبيره في أخبار العالم دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاربعاء إلى تفعيل عمل جميع الدول العربية ومساعدة بلاده الخروج من أزمتها وقال ميقاتي في كلمته أمام قمة جميع الدول العربية المنعقدة في الجزائر أن لبنان يعول على مساعدة جميع العرب ونحن إذن نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسم عادلة الحكم في لبنان لتاكيد التزامنا التام بها وعدم تسهولنا مع أي محاولة للمسي بجوهره وأضاف نواجه منذ سنوات أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر ويذكر أنه منذ نحو ثلاث سنوات يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى أنهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار فضلا عن شح في الوقود والأدوية وهبوط حد في قدرة المواطنين الشرائية نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين قرابة ألفين مهاجر غير نظامي يصلون السواحل الإيطالية خلال أكتوبر الماضي وغدا الخميس استأنف حركة النقل بتونس شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وفي أمان الله شكرا